أكثرنا أن يكون معنا من جد الدكتور ضيف الله النعمي وهو مدير عام جمعية الوداد لرعاية الأيتام أهلا وسهلا بك صباح الخير صباح الخيرات صباح النور حياك الله أخوي عبدالله وحياك الله أختي سارة وسعيد بتواجدي معكم اليوم وإحنا أسعد الله يحييك عرفنا أكثر على نشاط الجمعية الجوهري طبعا جمعية الوداد هي إحدى الجمعيات التي تعمل في إطار منظومة القطاع الثالث في المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عمرها الآن تجاوز 12 سنة جمعية الوداد بتعمل كدراع تنفيذي للوزارة من خلال شراكة استراتيجية مع الوزارة على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال فروعها الموجودة في مختلف مناطق المملكة نشاط الجمعية الجوهري حقيقة يعني هو نشاط نوعي وفريد ومختلف تماما لأنه نشاط اجتماعي بامتياز ويخدم قضية مهمة جدا ولهذا دائما نقول أن الجمعية جوهر عملها هو منح الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية حياة طبيعية مثل بقية الأطفال بمعنى أنه مسار الاحتضان التي تعمل عليه الجمعية الذي تعمل عليه الجمعية من خلال إسناد حضانة هؤلاء الأطفال إلى أسر سعودية مناسبة ومؤهلة وفق معايير محددة تضمن لهذا الطفل أن يعيش في أحضان أسرة تمنحه الحياة والتربية والرعاية والحب والاهتمام لينشأ نشأة طبيعية نشأة صالحة يكون حقيقة صالح في نفسه ونافع لنفسه ويخدم مجتمعه ووطنه نعم ماذا عن الشروط الإجراءات لمن يرغب في احتضان الطفل؟ بلا شك أنه دائما في الوداد نقول أنه واحدة من أهم قيم الجمعية التي تأسست عليها هي مصلحة الطفل اليتيم أولا دائما الجمعية بتنظر إلى تحقق مصلحة الطفل اليتيم ولهذا الإجراءات أو الاشتراطات مختلفة وهي اشتراطات عبر مراحل معينة ففي التقديم نحن يهمنا أن الأسرة تكون أسرة مشكلة من الركنين الأساسيين الزوج والزوجة أن يكون أعمارهم أقل من خمسين سنة أن يتجاوزوا الفحوصات الطبية والاختبارات النفسية لتقييم الصحة النفسية وأيضا اختبارات السموم وأن أيضا يكون من خلال البحث الاجتماعي التأكد من الجوانب العلمية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية للتأكد وضمان أن هذه الأسرة أسرة مناسبة للاحتضان الطفل ويأتي بعد ذلك الشرط الأساسي والجوهري والذي أيضا قامت عليه الجمعية في إطار مصلحة الطفل اللي هو شرط تحقيق الرضاعة لهذا الطفل نحن نشترط على أي أسرة محتضنة أن تحقق الرضاعة الشرعية لهذا الطفل حتى يكون داخل منظومة هذه الأسرة وتحقق له هذه الرضاعة المحرمية التي لا تشكل عائقا في المستقبل أمامه سواء كان ذكرا أو أنثى داخل هذه الأسرة ويصبح جزء أساسي من هذه الأسرة يعني هذه الفكرة الأهم أنه يصبح جزء أساسي من هذه الأسرة لأنه كثير من الأسر يمكن عندها ودها وعندها الرغبة بس عندها تخوف تقول والله أخاف أني لا أكون أسرة صالحة أو أنه الأمر قد يكون في غاية الصعوبة من النماذج والتجارب أنه والله الاحتضان مثل ابنك اللي موجود في المزل من ناحية التربية ومن ناحية أيضا المعاملة أعطينا فكرة عامة كده فكرة اجتماعية تقدم للي يشوفنا شوي وخايف من المسؤولية تفضل لا بلا شك أول شيء ما يمكن اليوم نقول أن هذا الموضوع ما هو مسؤولية لا هو مسؤولية صراحة نعم لكن المقصد الكبير من هذا الموضوع هي مسؤولية مهمة ولكن هناك مخاوف قد تتعلق أيضا بالوهم هي اللي يمكن تمنع الأسر حول هذه المخاوف نعم صحيح صحيح ولهذا أنا أقول المخاوف هذه أن هذا الطفل هو طفل مثلا لا ينتمي لي هذا الطفل ممكن يكون عنده مستقبلا تساؤلات كثيرة هذا الطفل ممكن تواجهه تحديات بفضل الله عز وجل اليوم من خلال التجارب الموجودة لأكثر من ثمانية آلاف أسرة سعودية محتضنة في المملكة تؤكد أن الاحتضان مشروع نبيل ومشروع ناجح وبالعكس ما ترتب على الاحتضان بالنسبة للأسر من استقرار للأسر العقيمة الأسر التي لم يكتب لها الله عز وجل الإنجاب ما تحقق من بركة للأسر اللي عندها أطفال في مسألة الحياة الاجتماعية وأصبحت حياتهم أفضل على الجانب الاجتماعي والجانب الأسري فيما يتعلق بمستوى الرزق فيما يستعلق بمستوى الصحة يعني بلا شك أنه حتى وإن قلنا أن هناك مسؤولية لكن جزء من التخوفات هي تخوفات قد يضخمها أحيانا الشيطان في هذا الجانب لكن كثير من التجارب على أرض الواقع تؤكد أن الاحتضان من أجمل وأعظم التجارب اللي ممكن تعيشها أسرة نعم هل لكم دور أو تقومون بهذا الدور طمأنة من يرغب في احتضان الطفل ولكن عنده بعض التساؤلات بعض المخاوف هل لديكم مثلا خطة كيف يمكن أن تخففوا عن هذا القلق ويعني تجاوبون على كل أسئلته بالأشك نحن عندنا الحمد لله بفضل الله عز وجل ابتداء أن هذه النقطة نقطة جوهرية من عملنا لأنه كل من يريد أن يستفسر أو يسأل أو لديه مخاوف يريد الإجابة عليها أو إزالتها الجمعية بتقوم بذلك من خلال مركز استشارة يعني مختصين في الجانب الاجتماعي والنفسي للإجابة على كل التساؤلات وأيضا لدحض بعض المخاوف اللي قد تكون هي مخاوف وهمية كما ذكرت يضخمها أحيان الشيطان لكن في الجانب الآخر نحن أصلا لا نقدم على مسألة إسناد الطفل إلا بعد أن نتأكد أن هذه الأسرة تم أسرة مناسبة وتم أيضا إزالة كل العاقبات أمامها لكي تمنح هذا الطفل التربية الصحيحة ولهذا المرحلة الاحتضان تمر بمراحل كثيرة في بدايتها يكون الإجابة على كل التساؤلات التي لدى الأسرة وأيضا التأكد من مناسبة الأسرة اجتماعيا ونفسيا وصحيا في هذا الموضوع قد تكون بعض الأسر لديها الرغبة لكنها غير مناسبة للاحتضان لسبب أو لآخر لكن في المجمل الاحتضان تجربة اجتماعية نبيلة والواقع يقول أنها تجربة ناجحة بفضل الله عز وجل من خلال واقع الأسر والعدد الذي نعيشوا وأيضا من خلال عدد المتقدمين اللي هم يتقدمون بناء على تجارب من المحيط العائلي اللي بيشوفوها قدام أعينهم يعني يمكن تلخيص الفكرة يا دكتور أن هناك تأكد من مناسبة الأسرة على كافة الأصعدة للاحتضان لأنها أمانة عظيمة بكل تأكيد وبالتالي الاحتضان العلاقة كالعلاقة الطبيعية الأسرية مع تحقق طبعا المبدأ الشرعي بوجود أيضا الرضاعة وهذا يعطي أيضا احتضان للمستقبل فبالتالي أسرة طبيعية وخير عظيم بكل تأكيد فكرة أعتقد أنها تعطي حافظ للجميع شكرا جزيلا لك الدكتور ضيف الله النعمي مدير عام جمعية الويداد لرعاية الأيتام أطيك العافية دكتور